يحيون بعضهم البعض يتصافحون ويقفون أمام الكاميرات وقف القادة جنبا إلى جنب في افتتاح قيمة الناتو التاسعة والعشرين ولكنهم يعترفون أثناء الاجتماع بأن خلافات الحلفاء ضمن الحلف ليست بقليلة القادة المتحدون في مواجهة التهديدات الخارجية ولكن يبقى السؤال الأهم من وكم سيدفع ثمن الدفاع الجماعي تفق أعضاء حلف ناتو في قيمة ويلز في عام 2014 على أن لا يكون الانفاق الجماعي بمستوى أقل من 2% من الناتج الإجمالي السنوي للدول وصلت في عام 2017 أربعة دول فقط من الدول الأعضاء التسعة والعشرين في الحلف إلى هذا المستوى وهم الولايات المتحدة اليونان، إستونيا والمملكة المتحدة ولقد ذكر دونالد ترامب مرة أخرى بأهمية مساهمة متساوية للحلفاء في الأمن العام للحلف ارتفعت خلال العام الماضي نفقات حلف ناتو بمقدار 40 مليار دولار ولكن هذا لا يكفي تدفع الولايات المتحدة الكثير بينما لا يدفع الآخرون ما يكفي الأمين العام للحلف مدرك لهذه المشكلة القائمة منذ سنوات وآمل أن نتمكن من حلها من المخطط في المستقبل تخصيص جزء من الميزانية لمبادرة الدفاع الجديدة لحلف ناتو كما ويخطط الحلف بحلول عام 2020 لإنشاء وحدات برية وجوية وبحرية جديدة لتقوم بالإضافة للكتائب الأربعة متعددة المهام التي نشرها الحلف في عدة دول أوروبية بمهام حماية دول الأعضاء من أي هجوم محتمل من قبل الأعداء وفقنا على المبادرة الجديدة الأربع الثلاثينات وبحلول عام 2020 سيكون لدى الناتو ثلاثين كتيبة مؤهلة وثلاثين سربا جويا وثلاثين سفينة حربية جاهزة للاستخدام في غضون ثلاثين يوما أو حتى أسرع جرى الحديث أيضا حول التهديدات الداخلية فانتقدت الولايات المتحدة وكندا وبولندا مشروع خط السين الشمالي 2 ووفقا لرئيس ترامب سيجعل هذا الخط دول الناتو تعتمد على إمدادات الغاز الروسية وبالتالي سيتيح لموسكو فرض سياستها على المستوى الدولي تسيطر روسيا على ألمانيا بالكامل لأنها تحصل على 60 إلى 70% من طاقتها من روسيا وتبني خط أنابيب جديد للغاز أعتبر أن هذا غير مقبول إنه أمر سيء للغاية بالنسبة لحلف الناتو سنناقش هذا الأمر مع ألمانيا في إعلانهم المشترك ذكر زعماء الناتو أوكرانيا مرتين ودعوا موسكو إلى تطبيق اتفاقات مينسك ووقف دعم الإرهابين في الدنباس المحتل ورحبوا أيضا برغبة أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر